اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج باوربوينت في هذه المحاضرة راح نصمم انفوغرافيك لأساليب التصميم الحديثة طبعا في البداية راح نتخلص من التكست اريا الموجود باوربوينت ومن ثم طبعا من تصميم اعداد الصفحة راح نغير الحجم الى 16 في 9 الان من ادراج اشكال راح نضيف قوس هذا القوس مثلا راح يكون وطبعا راح يكون القوس كامل بهذه الطريقة ومن تنسيق طبعا استدارة راح يكون انعكاس افقي المخطط التفصيلي راح يكون بهذا اللون والوزن راح يكون بهذا الوزن طبعا ممكن اكبر وزن هذا الوزن او ممكن يكون الوزن الاقل ولا بأس ان يكون لون افتح بهذا الشكل جيد الان راح نصغر بهذه الطريقة ممكن يصغر بعد اكثر ويكون بهذه المنطقة الان من ادراج ايضا اشكال وطبعا راح ندرج شكل بهذه المنطقة وطبعا راح نستنسخ هذا الشكل نخليه بهذه المنطقة نحدد القوس ومن الصفحة الرئيسية نسخة تنسيق راح نضيفه للخط وطبعا نسخة تنسيق راح نضيفه للخط الثاني جيد الان من ادراج اشكال راح نضيف دائرة راح تكون هذه الدائرة بهذا المقدار وطبعا من تنسيق مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي وكذلك من تعبئة الشكل تدرج ومن ثم تدرجات اضافية راح نجي الى تعبئة متدرجة راح نتخلص من هذا اللون طبعا من سحبه الى الاسفل وهذا اللون راح يكون باللون الوردي طبعا نختار الوان اضافية وطبعا من قياسي نختار مثلا هذا اللون الوردي وانا راح نختار الوان اضافية راح نختار وردي غامق ممكن يكون هذا الوردي ونرجع الى مخصص وينزل الى الاسفل بهذه الطريقة ومن ثم موافق راح نغير بالتشكيلة ممكن يكون بهذا الشكل جميل الان من ادراج اشكال راح نختار الحلقة غير المكتملة اللي هي هذه راح نجي نرسم هذا الشكل بهذه الطريقة طبعا راح نقلل من السمك بهذه الطريقة وراح نزيد بالمساحة ممكن تكون بهذه المقدار وبهذا الشكل جيد طبعا لا بأس ان نقلل اكثر ونصغر الحلقة طبعا هذه الحلقة لابد انه تكون اكبر بقليل من الدائرة طبعا ممكن نحدد الحلقة والدائرة ومن تنسيق محاذاة ممكن الى الوسط وإلى المنتصف راح نحصل بهذه الطريقة طبعا ممكن انه نحدد هذا الشكل ومن تنسيق مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي ممكن نحدد الدائرة ونسخ التنسيق ونلصق التنسيق على الحلقة جميل الآن ممكن نحدد الحلقة ونكتب رقم واحد طبعا راح نغير انجليزي نكتب واحد نختار فونت مثلا الجزيرة نكبر الحجم ممكن بهذه الطريقة راح نحدد هذه الاشكال ممكن طبعا نحددها وتجميع نخليها بهذه المنطقة وطبعا ممكن تكون بهذه المنطقة والاشكال طبعا تسحب الى اليمين ممكن هذا الشكل يسحب الى اليمين جاي الآن ممكن بهذه المنطقة طبعا تكون رقم ثمين بهذه المنطقة رقم ثلاثة وطبعا بالاسفل بهذه المنطقة بهذه المنطقة جيد هنا راح يكون عندنا اربعة وطبعا هنا راح يكون عندنا خمسة ممتاز الآن راح نضيف النصوص طبعا من ادراج مربع ناص راح نضيف مربع ناص ورح نكتب الاول اللي هو التصميم المسطح طبعا نختار فونت الجزيرة مثلا بولد وطبعا لا بأس ان يكون باللون الوردي طبعا ممكن يكون ستاعش او ممكن اربع طاعش بهذا الشكل وطبعا ممكن نستنسخ النص وطبعا راح نضيف النص الاول اللي هو هذا بهذا الشكل طبعا راح نختار ناص فونت الجزيرة مثلا لايت او ريقلر ورح يكون قياس اقل بهذا الشكل جيد الآن راح نستنسخ هذا النص ورح نخلي النص اهنا بهذه المنطقة او ممكن يكون اهنا بهذه المنطقة وطبعا ممكن ينزل اهنا الى الاسفل وهذا الشكل ممكن اكون بهذه المنطقة وايضا اهنا ممكن اكون النص بهذه المنطقة وطبعا هنا أخيرا ممكن الناس يكون بهذه المنطقة أو ممكن يكون بهذه المساحة الآن راح نضيف التوزيعات الجزء الآخر هذا الجزء راح نحدده طبعا نختار تمكين التحديد بهذا الشكل وطبعا راح نختار الحركة والعمق اللي هو الجزء الثاني طبعا هنا راح يكون أدنى الحركة والعمق كليك أيمن ونختار الأي وطبعا يصعد إلى الأعلى رقم الثلاثة راح يكون عندنا اللي هو تضاد الألوان بهذا الشكل الألوان الحادة وطبعا لا بأس أنه ناخذ نسخ تنسيق منها وطبعا نضيفه بهذه المنطقة ونحن نخليه ينزل إلى الأسفل بهذا الشكل طبعا لا بأس أنه الكل يتحدد وإلى اليمين وهذا النص راح يكون أكثر إلى اليسار طبعا ممكن هاي تتحدد وتصغر قليلا بهذا الشكل نجي إلى رقم أربعة اللي هو راح يكون البساطة والتفاعل طبعا راح يكون بهذا الشكل نسخ وفي باور بوينت نحن نجي نضغط كليك أيمن وطبعا لسق بشكل حر وأيضا لقم خمسة راح يكون النص وحرفه وطبعا راح نجي بهذه المنطقة ونستنسخ النص وكليك أيمن نختار حرف الآي بهذا الشكل جيد الآن طبعا ممكن ناخذ نسخ من هذه الدائرة من خلال كونترول وطبعا ممكن كونترول X كونترول V نحدث من عدها النص وراح نصغر الحجم بس نسخها مرة ثانية وراح نصغر الحجم وراح نخليها بهذه المنطقة طبعا ممكن تتقارب بهذا الشكل وطبعا راح نضيف العنوان طبعا ممكن هذا العنوان ناخذه نسخ بهذا الشكل وطبعا راح نكتب خمس أساليب تصمين عليك معرفتها طبعا نكبر النص بهذا الشكل وهنا راح يكون باللون الأسود الفاتح ممكن بهذا الشكل طبعا لا بأس أنه تكون بهذا المقدار تكون بهذا الترتيب الآن أكملنا إنفوغرافيك جميل وطبعا يحتوي على معلومات قيمة ومهمة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى